الحكاية اللي جاية دي بقى هي الحكاية الاهم الحكاية الاهم انفراد لبرنامج رقم 10 قائمة المنتخب الاولى للكابتن حسام حسن الان هقول لحضرتك القائمة المبدائية اللي توصل معاها الكابتن حسام حسن والجهاز الفني لمنتخب مصر لانهاء اجراءات السفر وخلافه القائمة المبدائية اللي هيتم اختيار عدد من اللاعبين منها للسفر الى الامارات المعسكر القادم بس اللي جايين دول هي القائمة المبدائية 52 لاعب دول 52 لاعب اللي اخترهم الكابتن حسام حسن في قائمة الاولى لمنتخب مصر هيتم تصفيتهم طبعا الايام القليلة القادمة قبل معسكر الامارات بس مش هيبقى فيه اسماء برا ال52 لاعب اللي هلقوم لك دلوقتي دول 52 لاعب دول اللي هيشتغل عليهم الكابتن حسام حسن وياخد منهم لمعسكر الامارات فيهم بعض المفاجأات كثير من المفاجأات تعالوا نشوف القائمة اولا حراسة المرمى محمد عواد محمد صبحي محمد ابو جبل محمد بسام المهدي سليمان محمود جنش واحمد الشناوي ومحمود جاد مفيش مصطفى شبيل عشان كلام كتير كان المصطفى شبيل ممكن يخش مفيش الظاهير الايمن اختار تلات لاعبين محمد هاني وكريم فؤاد واكرم توفيق في الظاهير الايصر اختار تلات لاعبين احمد فتوح ومحمد شوكي لعب سيراميكا ومحمد حمدي لعب بيرامد المدافعين تمن لاعبين اختار احمد حجازي ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر ابراهيم واحمد رمضان بيكهب وباهر المحمدي ومحمد ربيعة مدافع مودرن فيوتشر وعلي جبر دول المدافعين اللي اختارهم الكابتن حسام حسن في قائمة المبدأية نروح للعب الوسط فيها مين فيها حمد فتحي فيها مران عطية محمد رضا بوبو امام عشور واحمد نبيل كوكا وعمر الساعي لاعب الاسماعيلي وغنان محمد لاعب مودرن فيوتشر لحسوا طبعا انه كمان في الزهيل الايمان مفيش عمر كمال عبد الواحد مش حقيقة عمر كمال عبد الواحد في حساباته في القائمة الاولى صانع اللعب او صنع اللعب يعني محمد مجدي افشا من الاهلي عبدالله السعيد من الزمالك ركز عبدالله السعيد بعد فترة غياب طويلة جدا في قائمة مبدأية المنتخب مصر مع كابتن حسن حسن محمد ابراهيم بعد برضو فترة غياب طويلة جدا لاعب سراميك لوبترا ومحمد هلال لاعب البنك الاهلي ومحمود صابر لاعب بيرامدز الجناح الايمن اختار اربع لاعبين محمد صلاح زيزو مصطفى فتحي وعبدالرحمن مجدي لاعب اسماعيلي الجناح الايصر اختار محمود حسن تريزيجيه عمر مرموش حسين الشحات رمضان صبحي رغم انه بقاله فترة ما بشاركش بشكل اساسي مع بيرامدز مصطفى شلبي من الزمالك ابراهيم عادل من بيرامدز نفس الامر زي رمضان صبحي مصطفى زيكو المتقلق جدا في الدوري لاعب زد وانادر فرج المواهبة الممتازة اللي بتلعب لطي او المهاجم الحالي مع الاسماعيلي بيلعب مهاجم وجناح يعني ايضا اختار في الهجوم مين بقى مصطفى محمد محمد شريف محمود كهرباء واحمد عاطف ومحمد الشامي لاعب المصري واحمد امين اوفا لاعب امبي دي قائمة الكابتن حسام حسن الاولى لمنتخم مصر دي اللعبة اللي حطت عنيهم عنيه عليهم في قائمةه الاولى برضو مرة اخرى دي مش القائمة النهائية اللي هتسافر بس مفيش لعبة هتخش منتخم مصر في اللي هتسافر الامارات برا هزي القائمة المبدئية 52 لعب هيخم من 52 دول للسفر للامارات يعني مثلا مفيش عمر كبار عبد الواحد كان فيه كلام انه مستوى شباب ممكن ما فيش دول مش موجودين طبعا هو كان مستبعد محمد النني من قائمة المحترفين وحرارتكم عارفينها نفس الامر الكوكا اللي هو احمد حسن كوكا احمد نبيل كوكا موجود في القائمة لعب النادي الاهلي عايزة عيدة لحضراتكم بعد اذنكم عشان دي برضو حاجة مهم وحدث مهم جدا وانفراد مهم من رقم 10 القائمة الاولى للكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخم مصر نعرض تاني الاسماء بسرعة نقول الاسماء مرة اخرى في حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد ابو جبل ومحمد بسام والمهدي سليمان ومحمود جنش واحمد الشناوي ومحمود جاد في الزهير الايمن محمد هاني وكريم فؤاد واكرم توفي ويغيب عمر كمال عبد الواحد في الزهير الايصر تلات لعبين احمد فتوح ومحمد شكري ومحمد حمدي في الدفاع احمد حجازي ومحمد عبد المنعم ورام ربيعة وياسر ابراهيم واحمد رمضان بكهم وبهر المحمدي ومحمد ربيعة وعلي جبر ما فيش احمد سامي كان موجود في كاس الورم الافريقية برضو بالمناسبة خط الوسط المدافع فيه سبع لعبين حمدي فتحي وماروان عطية ومحمد ريدا بوب وامام عشور واحمد نبيل كوكا وعمر الساعي وغنام محمد في صناعة اللعب خمس لاعبين محمد مجدي افشا عبدالله السعيد محمد ابراهيم محمد هلال ومحمود صابر في الجناح الايمن محمد صلاح واحمد مصطفى زيزو ومصطفى فتحي وعبد الرحمن مجدي وفي الجناح الايصر تريزيجي ومرموش والشحات ورانان صبحي ومصطفى شلبي وابراهيم عادر ومصطفى زيكو ونادر فرج في الهجوم مصطفى محمد ومحمد شريف وكهربا واحمد عاطف ومحمد الشامي واحمد امين افة دي قائمة الكابتن حسام حسن لمنتخب مصر القائمة الاولى ليه ترجمة نانسي قنقر